أول مرة أشوف فيلم كوري بالمستوى الضعيف ده لكن هنا نسأل سؤال هل الفيلم يستحق المشاهدة؟ ولا لا؟ ده تاني فيلم معنا النهاردة في سلسلة الأفلام الكورية اللي اتطلبت مني إن أنا عمل لها مراجعة على اليوتيوب أول فيلم عملناه كان الفيديو اللي فات اللي كان بيتكلم عن فيلم The Host أو المضيف فهل الفيلم ده يستاهل فعلا نحن نتكلم عنه ولا مجرد فيلم كوري عادي وده أنا مش متعود خالص على الأفلام الكورية أنا تكون أفلام عادية مفيش فيها فكرة أو فيها هدف معين نقدر نتكلم عليه الفيلم الكوري The Witch هو من إنتاج 2018 وهو من نوعية أفلام الأكشن والغموض وبيتخللوا مجموعة من القدرات الخارقة والدموية المفرطة علشان كده الفيلم ده ما ينفعش الأطفال يتفرجوا عليه مع أن القصة كلها بتدور حوالين الأطفال الفيلم قصته بتتكلم عن منظمة مجهولة المنظمة ده جابت أطفال صغيرين وعملت عليهم تجارب التجارب ده بتستهدف العقل بتاحهم على وجه الخصوص علشان ينموا عندهم قدرات ممكن نقول عليها قدرات خارقة أو قدرات خاصة وبعد كده يتم استجلال الأطفال دول فأجراد إحنا ما نعرفهاش والفيلم ما ترحهاش لكن فجأة وبدون أي مقدمات مديرة المنظمة ده اتكررت أن هي تقتل كل الأطفال دول إيه الهدف؟ مش هنقول طبعا إيه الهدف علشان علشان ما نحرقش القصة وطبعا في آخر الفيديو في جزء كده صغير بيتكلم عن الحرق أو هنحرق فيه زي ما احنا عاوزين لكن اللحظة اللي كانت فيها مديرة المنظمة والأشخاص اللي بيشتغلوا عندها بموته والأطفال دول في طفلة منهم قدرت أن هي تهرب لكن فيه راجل ومراته قدروا أن هم ينقذوا الطفلة ديت ويربوها عندهم على أساس أن هي بنتهم وهنا أحداث الفيلم بتبدأ لو حبينا نتكلم عن الحبكة الدرامية لأحداث الفيلم الحبكة مظبوطة جدا ومتربطة جدا ومفيش فيها أي سقطات لكن اللي بيعيب هذا الفيلم هي القصة في حد ذاتها قصة مهروسة قبل كده في أفلام تانية كتير وشفنا الموضوع ده في كل الأفلام اللي بتتكلم عن الناس اللي بيجرع عليهم تجارب علشان يطلعوا أبطال خارقين أو يحاولوا أن هم يطلعوا القدرة الخارقة اللي جواهم بأي طريقة كانت على سين الحاجات ديت مش موجودة في الطبيعة لكن احنا بنحاول إيه نجرب ونشوف العقل هيقدر يعمل حاجات فوق طاقته ولا لا لكن التسلسل الدرامي للأحداث ماشي بشكل منظم جدا وتصعودي جدا وبياخدك لحد نهاية الفيلم اللي في الآخر بتكتشف توستايا رهيبة جدا وحاب كدرامية حقيقي هتعجبك لكن ما قبل ذلك الفيلم عادي جدا وانت مش فاهم هو اللي بيحصل مين البنت ديت وإيه أصلا المنظمة ديت وليه بتعمل كده أصلا ومين الواقف وراها ودائما بيتكلموا أن فيه فرع رئيسي للمنظمة في مكان ما طب كل الناس دي بتعمل ليه كده وليه الأطفال دول عملوا فيهم كده تفاصيل كتير جدا مبهمة وغير معروفة وده أصر بشكل سلبي على مجرية الأحداث لكن نقدر نتكلم ونقول أن الفيلم ده ممكن يكون عادي جدا وكويس جدا ونعتمد على فكرة أنه ده جزء أول أنه هم قيلين كده أن داوتش ده البارت الأول بارت وان والفيلم انتهى بتقديمة لجزء تاني زي الفل طب فين الجزء التاني؟ مفيش جزء تاني لحد دلوقتي لكن برضو علشان نكون منصفين الفيلم الطابع الكوري موجود فيه بشكل حلو جدا فيه سودوية في الأحداث بتعكس الفكرة العامة والمظلمة اللي بدأت بيها أحداث الفيلم الأداء التمثيلي في أحداث الفيلم كان ملائم للفكرة في حد ذاتها عجبتني جدا شخصية البطلة وصحبتها اللي هي بتلعب دور مساعدتها علشان كانت قدمت في مسابقة جونة فعملت نفسها أن هي تكون مدريت أعمالها قصة كده فرعية ملهاش أي دعوة خالص بأحداث الفيلم مجرد تقديمة للا هيحصل بعد كده دي النقطة الوحيدة اللي كان فيها تمثيل بس بقية الأحداث أو بقية الشخصيات كان الأداء بتاعهم حد جدا صارم جدا بيعكس الطبيعة الدموية اللي جواهم بيعكس اللا إنسانية اللي هم عايشين فيها يعني واحد جاب أطفال وبيجري عليهم تجارب هيبع عنده مشاعر إنسانية منين لازم يكون إنسان متبلد المشاعر عبارة عن صنم قدامك ما بيشعرش بأي حاجة حتى الناس اللي بيشتغلوا عندهم بنفس الطريقة القاتل عندهم مباح جدا وبيتلززوا بي وبيستمتعوا بي الفيلم يمكن مفيش فيه كلام كتير وتفاصيل كتيرة ويمكن التفاصيل الأكتر والأكبر موجودة في الجزء اللي هنتكلم فيه في الحرق دي الجزئية الأهم اللي ممكن الناس تبقى عاوزة تسمحها مني دلوقتي وهو شرح بعض التفاصيل اللي نقدر نقول عليها غير مفهومة أو غير واضحة في أحداث الفيلم علشان كده قبل ما ندخل على فقرة الحرق حيث أنه زي فقرة السيرك كده هنتكلم عن تقييم الفيلم أنا تقييم الشخصي لفيلم The Witch Part 1 هيكون ستة ونص من عشرة ودلوقتي يلا بينا نحرق قلنا في بداية الفيديو أن الطفلة قدرت تهرب من المنظمة والمنظمة ديت كانت بتقتل الأطفال دول علشان القدرات الخارقة اللي عندهم بدأت تسيطر عليهم بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت المنظمة مش هتقدر تسيطر على الأطفال دول يعني هم قتلوهم علشان مش هيعرفوا يسيطروا عليهم شافوا أن القدرات بتاعتهم هتبقى أقوى وحدش هقدر يتحكم فيهم خالص فهم تخلصوا منهم كلهم إلا بعد مجموعة أطفال كده خدوهم وتبنوهم وربوهم على طريقتهم الخاصة لكن الطفلة قدرت تهرب من اللي بيحصل ده وتربت وكبرت عادي جدا في نفس الوقت المنظمة دي كانت بتحاول تدور على الطفلة ديت طبعا بعد عشر سنين هي كبرت وفعلا المنظمة قدرت توصل للطفلة دي بعد ما كبرت لكن هي كانت بتحاول تهرب منهم بشطة الطرق لنكتشف في نهاية الفيلم إن الطفلة ديت ما كانتش بتهرب من المنظمة خالص ده هي رتبت كل حاجة من ساعة هروبها من المنظمة لحد رجوحها تاني لهم وده كله علشان حاجة واحدة بس الطفلة دي بسبب التجرب اللي حصلت عليها حصل لها زي ممكن نقول ورم كده في دماجها أو بيأجيلها وصداع غريب أو حاجة بتأثر على مخها وكانت هتموت بسبب الموضوع ده فعلشان تحاول تنقذ نفسها إن هي ما تموتش فكرت إن ممكن تكون المنظمة ديت عندها الحل وفعلا قدرت البنت ديت تلفت نظر المنظمة ليها وقدروا يوصلوا لها وفعلا ودوها للمقر الخاص ليهم ودوها حقنة الحقنة دي بتوقف أي نازيف بيحصل لها أو أي صداع بيجي لها بسبب اللي ممكن نسميه ورم في مخها وبنكتشف في الآخر إن فعلا البنت هي اللي رتبت كل الكلام دوت علشان المنظمة توصل لها وتقدع عليهم وتوصل للحاجة اللي تخليها كويسة الطفلة دي كمان هي اللي حطت خطة الهروب بتاعتها هي اللي اختارت الزوج والزوجة دول علشان توصل لهم وتعيش معاهم وتفضل مختفية ومستخبية عن المنظمة دي لكن الورم أو الصداع اللي بيجي لها أو فكرة تانية قربت تموت خلاص خلتها ترجع تاني وتفكر إن ممكن تكون المنظمة ديت عندها أكثر رياق اللي ممكن يخليها تبقى كويسة مع الاحتفاظ بالقدرات الخارقة اللي عندها واللي هتبقى أقوى بكتير لما تاخد العلاج ده في آخر الفيلم احنا بنشوف واحدة شبيهة لمديرة المنظمة اللي ماتت ساعة الخناءة والعركة الكبيرة اللي حصلت في جوه المنظمة وهي طبعا أختها التوأم واضح جدا وهي قالت ده ده مش محتاج أي توضيح لكن اللي محتاج توضيح وده هيزهر في الجزء التاني وعليه على ما تستفهام كبيرة جدا هي البنت اللي ظهرت في آخر الفيلم اللي كانت موجودة مع الست الشبيهة لمديرة المنظمة مين البنت ديت محدش يعرف طبعا بس واضح جدا وأكيد إن البنت ديت عندها قدرات خاصة جدا وممكن تكون تضاهي البنت أو الطفلة اللي كانت هربت من المنظمة زمان لكن بشكل عام الهدف الرئيسي من الفيلم هي حاجتين الحاجة الأولانية إن الطفلة ديت بتحاول توصل لعقار أو ترياق معين يخليها ما تشعرش بأي صداع أو تفضل محتفزة بقدرتها بشكل كويس جدا ومتضطرش تاخد دواء شهري أو أسبوعي أيا كان المدة هي عايزة حاجة مستمرة على طول مش كل شوية تاخد الدواء هي دي كل التفاصيل اللي موجودة في الفيلم ومفيش أي أحداث تانية أتمنى أعرف رأيكم في الكومنتس إيه رأيكم في الفيلم وإيه تقييمكم ليه طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ولو لسه ما شاركتوش في القناة طبعا شيء سعيد جدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرز علشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم مصطفى مازن اشتركوا في القناة